النهاردة احنا كنا متفقين نتكلم في حاجة لكن فجأة كده لقيت الاستاذة هويدة بتقول لي الله الموضوع فارض نفسه علينا فقلت لها ايه قالت لي ده احنا في اول رجب يبقى هنتكلم عن فضائل شهر رجب ونبدأ نعرف المشاهدين بعض المعلومات المهمة واللي هتفدنا عن شهر رجب طبعا العلماء اتكلموا في فضاء شهر رجب وقالوا انه الاحاديث الواردة الصريحة مش صحيحة ضعيفة والحديث التانية قالوا في احاديث ضعيفة و احاديث موضوعة في فضل شهر رجب خلوني في الثابت الصحيح الصريح اللي مع لهوش خلاف شهر رجب احنا بدأنا نقترب جدا من شهر رمضان كل عام انتم بخير واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والبركة وان يمد في اعمارنا وان يبارك فيها ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ايه معنى الاية دي ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا السنة الهجرية اثناشر شهر مش احداشر ومش اكتر من كده السنة الهجرية اثنى عشر شهرا في كتاب الله شهر رجب هو الشهر رقم سبعة في السنة الهجرية شهر رجب اسمه رجب الفرد يعني ايه رجب الفرد؟ رجب الفرد احنا عندنا زي ما قلت دلوقتي السنة الهجرية فيها اثناشر شهر الاثناشر شهر فيهم اربع شهور حرم يعني ايه اربع شهور حرم؟ يعني يحرم القتال في هذه الاشهر الا اذا في حد اعتدى علينا فبنرد الاعتداء بتاعه سواء كان في شهر حرام او في خارج الشهر الحرام ربنا قال لنا ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم الا اربع الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تلاتة واربعة ورجب جاي الوحده في نص السنة الهجرية وجاي الوحده بين الاشهر الحرم يعني ما جاش لا قبليها ولا بعديها ده جاي منعزل بعيد عنها تماما التلات شهور الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورابعة ليه علشان ذو القعدة الناس بتبدأ تستعد فيه علشان تروح تعمل فريضة الحج وذو الحجة الناس بتحج فيه فيه مناسك الحج المحرم الناس بترجع تاني لديارها وبلدها بعد ما حجت وبعد ما قدت فريضة الحج فكان لازم ييجي شهر رابع تاني للأشهر الحرم في وسط السنة علشان اللي يحب يروح يزور البيت الحرام في هذا التوقيت يعرف يروح وهو آمن على دمه وعلى عرضه وعلى ماله علشان كده شهر رجب اسمه رجب الفرد يعني جاي الوحده مش في وسط الأشهر الحرم ولا جاي في أولها ولا في آخرها ده جاي بعيد عنها خالص عشان كده اسمه رجب الفرد شهر رجب اسمه رجب الأصم بالميم يعني إيه رجب الأصم الأصم يعني الذي لا يسمع فيه صوت السلاح كانوا لما يحربوا بعض بالتأكيد الحرب النهاردة بالطيران والمدافع والقنابل والدبابات فده بيعمل صوت انفجار في القديم ما كانش فيه التقدم ده فكان الحرب بيكون بالسيوف فيسمع لصوت السيف قعقعة صوت بتخبط في بعض كده فييجوا في شهر رجب يقعدوا ما يقتلوش لأنه ده الشهر ده محرم فيه القتال فاسمه الأصم يعني الذي لا يسمع فيه صوت السيوف في القتال والحرب طيب شهر رجب كمان اسمه شهر رجب الأصب الأصب يبقى اسمه الأصم بالميم وده وشرحنا معناه طيب الأصب قالوا انه الناس بتعتقد ربنا بينزل الرحمة بتاعته وبيصب الرحمة بتاعته على العباد صبها في كل الأوقات لكن في شهر رجب الناس اعتقدوا ان ربنا بينزل الرحمات وبيصب الرحمة بتاعته بشكل كبير جدا في شهر رجب علشان كده سموه رجب الأصب يا رب صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اشتركوا في القتال